المستخدمين لما بتصير لايف. أما عن آخر خبر معنا لليوم نحكي عن عالم الشركات الناشئة. في منطقتنا العربية أعلنت الآن منصة مستعمل والتي هي سوق بيع وشراء السلع المستعملة وتسويق الخدمات السعودية عن وصول عدد المسجلين في تطبيقها إلى مليون مسجل موزعين بين بائع ومشتري أيضا. قاموا بمئات الآلاف من التعاملات وأيضا بيع وشراء للسلع والخدمات التي تعرضها. حيث وجاء الإعلام في معرض حفل أقامته الشركة احتفالا بوصول تطبيقها لهذا الرقم الضخم. وأوضحت أيضا مستعمل أنه عدد مرات تحميل التطبيق على الهواتف الذكية بأنظمة التشغيل iOS وAndroid وهواوي أيضا بلغ 3.5 مليون تحميل. مشيرة أيضا إلى توظيف التطبيق أنظمة أمان عالية وربط التطبيق مع نظام أبشر للتحقق من هوية البائعين وكذلك توفيره ميز التطبيق السلعة بين البائع والمشتري. عم نشوف فعلا انتشار كبير وواسع للمنصات عبر الأونلاين وتحديدا الإلكترونية لسبب أنه يمكن علمتنا الجائحة أنه فعلا كل شيء تحول للأونلاين حتى الريتيلز والمتاجر الموجودة على أرض الواقع. شاهدنا أنه بلشت تتحول للأونلاين وأنها تكون إلكترونية لسبب أنه فعلا كل شيء عم يتحول للنظام الرقمي حتى عم نشوف أنه قطاع البنكي قطاع الطبي وكل هذه القطاعات اللي كانت تقليدية الآن عم تتجه لتكون رقمية. هذه كانت كل أخبارنا الصباحية لليوم ما تنسوا تتابعونا على كل مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بسماشي تيفي تسمع البودكاست تبعنا وتنزلوا الأبليكيشن. نهاركم سعيد جميعاً.